شو صار اليوم لتماني الصباح لتماني المساء؟ شو هاد يا زر؟ شو الصوري خير؟ بلش نهار بإعلان حزب قلق استهدافت بابتامي الكافة وإصابتها وحرقة بمنطقة لبون الساعة 9 الصباح بعد ليلة من المواجهات بمحيط بلدة الأوزح قدت لمقتل خمس جنود إسرائيليين بحسب الإعلام الإسرائيلي نمط تهديد مباني محددة وأصفى بعد التهديد بدقائق انتقل اليوم للبقاء أكتر من مرة وتحديداً بتمنين وسرعين التحت يا محمد ومن بعدها بمنطقة حروف بالنبطية والوردانية بإقليم الخروم مع هالتهديدات اللي نشرت عبر حسابات إسرائيلية رسمية وصلت تهديدات غير رسمية على مبنى في قناة الجزيرة بوسط بيروت وخلال نصف ساعة كانت تحذر وتدعو إلى إخلاء المبنى من كامل المتواجدين فيه وتم إخلاؤه وتبين بعدين أنه التهديد وهمه سفينة من البحرية الإلمانية بقواة اليونيفل سقطت مسيرة قبال الساحل اللبناني قريب من النقورة نائب حسن فضل الله أكد أن الجيش الإسرائيلي بعد ما قدر يحتل ولا قرية وأنه ملف التفاوض بإيد الرئيس بره والرئيس ميقاتي محافظة النبطية طلبت إخلاق كل المكاتب الإدارية بسرايا النبطية الحكومة حفاظاً على سلامة خريط الأزمة من بعد مجزرة النبطية مبارح وبكرة سيكون التشهير ترجمة نانسي قنقر